بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية معكم الأستاذ بدر ناصر الفيد نستعرض مع بعض أهم الطلبات ممارسة النشاط البدني ونسترجعها لأنها مهمة جدا لإداء النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه المطلبات الراحة الكافية قلنا فيما سبق أن الراحة الكافية مهمة جدا لإداء النشاط البدني واستعادة نشاط الجسم مرة أخرى وتكمن الراحة في النوم بالليل 6 ساعات إلى 8 ساعات أحسنتم بعد ذلك قلنا ماذا مطلب الثاني يا أبطال مع بعض أحسنتم التغذية الصحيحة والسليمة التغذية صحيحة والسليمة عناصر الغذية المهمة اللي احتاجها الجسم لابد أن توفر في وجباتي وقلنا هناك ثلاث وجبات يوميا لإفطار والغداء والعشاء وتتوفر هذه الوجبات على عناصر الغذية المهمة مثل ماذا يا أبطال ممتازين الكربوهيدراتي والبروتين والدهون والأملاح والمعادل أحسنتم وقلنا من الطلب الثالث مع بعض ممتازين اللبس الرياضي والزير الرياضي المناسب والحذاء المناسب هل لبس كرة القدم مماثل لألعاب القوة حذاء كرة القدم مماثل لألعاب القوة كل رياضة من هذه الرياضات لها لبس خاص وحذاء خاص وقلنا بعض ما بعض الأبطال من طلب الرابع اللي هو المكان المناسب والآمن المكان المناسب أحسنتم قلنا كل رياضة من الرياضات لها مكان مناسب لأداها هذه الرياضة وآمن استعرضنا فيما بعض استعرضنا مع بعض عندما مارسة ألعاب القوة لديهم سبقات الميدان ومضمار والألعاب القوة أو الجنباز أو كرة القدم لابد أن يتوفر عوامل الأمن والسلامة المرتبة في الجنباز والمرتبة في ألعاب القوة والألعاب في العالي وألعاب كرة السلة وين يا أبطال ألعاب كرة السلة أحسنتم طيب بعد ذلك الأحمى الخاص والعام وما هو الأحمى أحسنت وتهيأت الجسم الأداء النشاط بدني بشكل صحيح عن طريق أعمل بعض التملنات السهلة البسيطة كنا نسوي تمال نحمع قبل كل درس بعد ذلك يا أبطال شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البتني من يقدر يقول لي ليش الماء مهم جدا أحسنتم تعويض السوائل المفقودة ممتازين عن طريق التعرق أحسنتم وحماية الجسم من إيش؟ من الجفاف طيب يا أبطال نريد أن نسترجع مع بعض أيضا مفهوم اللعب الجماعي أخذنا في تلوح السابقة ما هو اللعب الجماعي؟ أحسنتم أي لعبة تكون فيها أكثر من شخص وقلنا اللعب الجماعي يكون ما بين اثنين أو أكثر عن طريق منافسات خمسة ضد خمسة أو خمسة مع بعض طيب نريد أن نسترجع مع بعض ونستذكر فوائد اللعب الجماعي أهم فائدة بناء الثقة عن طريق تباعة الخبرات فيما بينهم بناء الاحترام احترام كل شخص واحترام قدرات كل شخص أن كل فريق يوجد فيه كل طالب أو كل لاعب يوجد به مميزات تختلف عن اللعب الثاني فأنا أحترم هذه الميزة موجودة في زميلي بالفريق تنمية المهارات الاجتماعية عن طريق التواصل والتخاطب الحصول على مهارات أفضل في اللعب الجماعي هادي بناءها كيف نحص على مهارات أفضل عن طريق تبادل الخبرات أنا أتعلم منك كيفية إرسال أنت تعلم مني كيفية استقبال وأنا أطبق هذا في أثناء الممارسة اللعبة تشتيع مشاركة الأسرة تشتيع مهم جدا من طريق الأسرة وفي المدرسة الحفاظ على اللياقة البدنية وهذه هم مهمة جدا اللعبة الجماعية يساعدك على حفاظ على اللياقة البدنية وتنمية ورفعها زيادة الروح المعنوية وتكمل في كسر الملل هل متعة أنك تلعب لعبة فردية لحالك مثل ألعاب الفيديو متعة أكثر أم أنك تلعب لعب مع أكثر من جمالك بالفصل أيهما أمتع ممتازين مع الفصل شوف الآن بعض الألعاب أمثلة الألعاب الجماعية كرة السلة كرة القدم كرة المضرب كرة الريشة كل هذه تعتبر ألعاب جماعية طيب نبغى نستعرض مع بعض لعبة لعبناها مع بعض نلعبها مع بعض الآن اللي هي أحسن توازن الآن مع انتشار حر أي كل واحد يوقف في مكانه مع انطلاق أو إشارة البدء يقوم كل لعب يعمل توازن إما هكذا أو رفح عمل ميزان أمامي وأكثر طالب يوقف كنا مع بعض نصفق لما يقول له هو الطالب الفائز جاهزين أبطال يبدأ متازين أنا بعدي إلى عشرة ونشوف من الطالب الفائز واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أمانية تسعة عشرة ستوب ممتازين ممتازين في أكثر من طالب فائز ما شاء الله ممتازين طيب يقول لك ينتشر التلميذ في انتشار حر في الملعب وعندما يعطي مدرس الإشارة يقف التلميذ على قدم واحد ويعد إلى عشرة ويشجع مدرس الطالب صاحب أحسن توازن كما فعلنا الآن طيب ونسترجع مع بعض يا ابطال العدات اللقائية في الحفاظ على القوام يقولنا القوام ما هو هو شكل الجسم أثناء أداء أي مهارة في بعض العدات المهمة اللي لازم أنا أسويها عشان أحافظ على قوامي مثال ذلك الوقوف الصحيح الجريء الصحيح المشيء الصحيح الرقود الصحيح والجلوس الصحيح لماذا قوام مهم نشوف مع بعض مؤشر هام على صحة سلامة جسم الإنسان جفنا واحد قوامه سليم نقول هذا البطل صحته زينة يساعد أجزاء الجسم الحيوية على أداء وظائفها بدرجة عالية من الكفاءة يساعد على يساعد جسم أجزاء الحيوية اللي قلنا هي التنفس أهمها والدورة الدموية وعملية الإخراج يساعد القوام الجيد على أداء هذه الوظائف بشكل بكفاءة عالية اكساب الفرد الصحة الجيدة وتأخر ظهور التعب وهذا مهم جدا عن طريق ماذا لأن القوام الممتاز أقدر أمارس رياضة بشكل دوري ودائم يساعدني على أداء يكون أندي صحة جيدة وأتأخر ظهور التعب يلعب همية في تكوين شخصية الفرد بجوالها المختلفة بحيث أن القوام الجيد يساعدني على أن يكون أندي ثقة لأمارس أي رياضة ويكون أطلال المجتمع وأنا واثق من نفسي لدى هذه الرياضة برياحية ممتاز نشوف الآن في الصورة هذا هذه البطلة قوامها جدا ممتاز ومشدود وهنا صورة الآن لبعض اللي نحنا في الظهر قلنا العادات المهمة جدا اللي نحافظ عليها اللي هي الوقوف الصحيح والجلوس الصحيح وشرحناها فيما سبق والجري الصحيح والرقود الصحيح نبغى نشوف مع بعض الآن بعض العادات المهمة اللي نسترجعها مع بعض طريقة الجري الصحيح شوف قبل ما أجري القيام بالإحماق قبل بدء بالجري مدة لا تقول لعنا 5 إلى 10 دقائق ليش؟ تهيئة الجسم تهيئة الجسم لأداء النشاط البدني التنفس بشكل عميق وثابت من أجل حفاظ على تدفق الأكسجين المستمر اللي هي أحد الوظائف الحيوية المهمة اتخاذ الخطوات المريحة بالنسبة للفرد عند البدء بالجري يبقى الظهر مستقيما مع ارتخاء الجزء العلوي من الجسم جعل الذراعين تتأرجح في حركة محكومة الآن نشوف هنا اللي بالأخضر طريقة الجري الصحيح اللي بالأحمر طريقة الجري الخاطئ مع بعض قلنا مع بعض نوقف نحاول نجري في المكان عن طريق الجري الصحيح نشوف مع بعض الآن أنا قاعد أجد بطريقة صحيحة زي ما هو واضح في الصورة ما أعمل نفس الخطأ اللي صاير بهذا البطل طيب وأخذنا في درس سابق لعبة مهدية في كرة السلة وتعرفنا مع بعض على كرة السلة نشوف في الصورة الآن كرة ملعب كرة السلة ملعب كرة السلة هو عبارة عن ملعب طوله 28 متر فيه عرض 15 متر وقلنا في نهاية الملعب يكون هناك برجان يتنافس عليها فريقان كل فريق تكون من خمسة لاعبين يقوموا بالتناقل تباتل الكرة فيما بينهم ويرسالها إلى البرجان واخذنا لعبة مهمة جدا وجميلة في تعدنا على تعلم كرة السلة نشوفها مع بعض نقل الكرات للسلة نقل الكرات للسلة طريقة اللي يقسم الطالب إلى فريقين يقوم الطالب الأول بتنطيط الكرة حتى يصل إلى زميله ليقوم الآخر بتنطيطها حتى يصل إلى السلة وهكذا الفريق الذي يستطيع يدخل جميع الكرات بيقتقل هو الفريق الفعز يقسم الفريق يقسم الفريق إلى 2 بحيث أن هنا كرة كرات أربع كرات لكل قاطرة أو أكثر أو أقل حسب عدة كرة الموجودة دينا يقوم الطالب بتنطيط الكرة إلى يصل إلى الزميل حيث يقوم الآخر بتنطيط الكرة السلة الفريق الأسرع يقوم بنقل كرة إلى داخل السلة عن طريق التنطيط هو الفريق الفعز واضح يا أبطال؟ زي ما واضح في الصورة الآن هذا فريق في 2 كل فريق عنده خمس كرات يقوم بنقلها وتنطيطها إلى الفريق إلى الزميل آخر حيث يقوم الآخر بوضعها داخل السلة طيب يا أبطال إلى هنا وصلنا إلى نهاية ترسلنا لهذا اليوم أشكركم وحسن استماعكم كان معكم الأستاذ بدل ناصر الفحيد